بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميم المعرفة على جامعاتنا العربية هذا هو الدرس العشرون في الاقتصاد الكلي تحت عنوان خلق النقود بطريقة خفية أو ما يسمى باللغة الإجليزية Disguised Money Creation Disguised Money Creation إن شاء الله أن يفي بالغرض لطلبتنا الأحباء في أقسام الاقتصاد وأقسام العلوم الإدارية الأخرى خلق النقود بطريقة تعتبر عملية خلق النقود من المبررات الأساسية لوجود وعمل مؤسسات التمويل المصرف التجاري مثل المصارف أو البنوك التجارية بنوك الاستثمار المؤسسات التي تقبل الوداع وتمنح القروض مهما كان شكلها القانوني تعتبر هذه المؤسسات بالعالية على وداء الزبائن ومنح القروض التي إلى من يطلبها طبعا إذا استوفى الذي يطلبها الشروط المصوص عليها بالقانون والتعليمات ونظام البنك أو المصرف التجاري الآن من أساسيات عمل السلطة النقدية المركزية اللي هو البنك أو المصرف المركزي في حالة الأردن البنك المركزي الأردني أو البنك المركزي الكويتي أو سلطة النقد أو مجلس النقد السعودي على المثال البنك المركزي المصري الفيد أو الفيدرال ريزير بالولايات المتحدة بانك في انجلند بريطانيا أو سكوتلند بانك في سكرن وهكذا هاي من أساسيات عمل هذه السلطة أن تحدد ما يسمى نسبة الاحتياط الإجباري ركوايد ريزيرف ريش وهي نسبة يقتطح المصرف أو البنك التجاري أو الاستثماري أو المؤسسة التي تقبل الوداع وتمنح القلوب نسبة اقتطاحا من قيمة يعني يتم اقتطاح هذه النسبة من قيمة الوداع لديها أو لدى البنك ويضح هذا المصرف جانبا باعتباره احتياطي لمواجهة سحوبات الزبائن طبعا المثال الأمثل القادم شاء الله رح نوضحها مثال لنفترض بأن زيدا أو دعا مبلغا من النقود وكان مصرف البنك المركزي المصرف المركزي قد حدى نسبة الحياط الإجباري بمقدار ر.R. 19% بمعنى آخر من 1000 دينار يجب على المصرف سين الذي قبل هذه الوديعة أن يقطع 10% تساوي 100 دينار في هذه الحالة طبعا هنا نفترض بأن المصرف سين يمثل النظام المصرف التجاري برمته باعتبار أن النظام وحدة واحدة يعني سلوك بنك واحد يمثل سلوك بقية البنوك أو المصرف والمصرفات التجارية المصرفية التجارية وكأنها وحدة واحدة نبدأ بالخطوات البسيطة التالية أولا بناء على مبلغ الإذاع الذي بدأ به زيد وهو 1000 دينار ونسبة الاحتياط الإجباري وهي RR لعشر بالمية لابد أن يقوم المصرف المودع لديه أعدد على الخطأ الطبعي هنا باقتطاع مبلغ مقداره 1000 دينار ضرب 10 بالمية يساو 100 دينار هذا المئة دينار هي احتياطي إجباري ما يعني بأن ما تبقى لدى البنكسين فقط 900 يستطيع أن يقربها لمن تنطبق على شروط الاقتراض الآن لنفترض أنه قام شخص آخر اسمه كريم قام كريم باقتراض مبلغ 900 دينار من مصرف سين كي يشتري أثاثا لمنزله وفعلا قام كريم بشراء الأثاث من شركة قامت شركة بيع الأثاث بإيداع مبلغ 900 دينار في المصرف سين لأنه يمثل لهذا المصرف سين يعني اعتباره كناية يعني تعبير عن كل النظام مصرف التجاري طبعا هنا 900 عندما دخلت في حساب شركة بيع الأثاث قام البنكسين باقتطاع مبلغ 900 ضرب 10 بالمية ساوى سين دينار من المبلغ الـ 900 بالحالة هاي كاحتياط إجباري ما يعني بأن ما تبقى للبنك المصرف سين الذي يستطيع أن يقرضه هو 810 810 دينار فقط لا غير لنفترض أنه بالخطوة الثالثة الآن ذهبت راية السيدة أو الآن سراية كي تقترض مبلغا من النقول من المصرف سين فأخبرها مسؤول الإقراض بأن الحد الأقصى الذي يمكنها أن تقترضه هو 810 دينار فاقترضتها راية واشترت بها حاسوبا من شركة بيع الحواسيب التي قامت هذه الشركة قامت بدولها بإداع المبلغ في المصرف سين الآن يمكن لنا أن نضع هذه الخطوات على شكل جدول ونرى بالضبط المبالغ الابتدائية ثم الاحتياط الإجبالي ثم المبالغ التي يمكن إقراضها وننتهي بمعادلة رياضياتية بسيطة نتعرف من خلالها على كل سلسلة دفع واحدة فعندي هنا بناء المبلغ الابتدائي وهو الألف دينار ونسبة الاحتياط الإجبالي رياضي بسيطة عشر بالمئة يمكننا جدولة سلسلة الإيداع والاقتراض كما في الجدول الآتي عندي هنا المبلغ المودع بداية دينار مثلا بالدينار طبعا ديبوزيت الاحتياط المقطع اللي هو ديركتد ريزير طبعا بالدينار والمبلغ القابل للإقراض من قبل المؤسسة التي تقبل الوداع طبعا وتقرض اللي هو لونة بالفند كذلك الأمر بالدينار فبدأنا زيد عندما ذهب إلى البنك عفوا آه زيد نعم بدأ بإيداع ألف دينار قام البنك سين باقتطاع عشر بالمئة له مئة دينار ما تبقى لدى البنك سين يساوي تسعمية في هذه الحالة الآن في الحلقة الثانية بعد هذه الحلقة الأولى هذه مسمية الحلقة الأولى حلقة الإيداع اختطاع الاحتياط الإجباري والآن ما تبقى لدى البنك حتى يمكن أن يخرضه فنبدأ بتسعمية في الحلقة الثانية إذن الآن تسعمية بعدما ذهب كريم اقترض تسعمية وشركة الأثاث التي اشترى منها كريم أثاثه بي تسعمية دينار اقتطعت تسعين دينار اللي هو عشر بالمئة من تسعمية دينار يبقى لديها تسعمية ناقص تسعين فثمانمئة وعشر دينار التي يمكن إقرارها في الحلقة الثالثة ذهبت راية والآن سراية اقترض ثمانمئة وعشر تنير اقتطع منها البنك التجاري واحد وثمانين على شكل احتياطي إجباري ما تبقى لدى البنك أو المصرف التجاري حتى يقرضه سبعمية وعشرين دينار وطبعا سبعمية وعشرين ستدخل في النظام المصرفي ثاني مرة يقتطع منها البنك التجاري على شكل احتياطي إجباري مبلغ مقدار وثنين وسبعين فاصل سعى بالعشر من الدينار ما يتبقى لديه ستمية وستة وخمسين فاصل واحد بالعشر من الدينار وهكذا نبدأ بالحلقة الرابعة والخامسة والساسة وهكذا فهذا المبلغ لدينا بألف ثم انتقن سعمية ثمانمئة وعشرة سبعمية ساعة وعشرين ستمية ستة وخمسين واحد بالعشر وهكذا لاحظوني كمان يعني اضافة لذلك انه احتياطي هنا المبلغ المودع يتناقص الاحتياطي يتناقص المبلغ القابل للإقراض يتناقص تدريجيا لكن حاصل الجمع رح يعطينا يعني مبلغ كبير وخلال رح نكتشف معادلة بسيطة فاذا هنا بقيت المبالغ وهكذا حتى الان لابد من نجد صيغة تحت مسمى مراعف النقود بالضبط نعرف كم هو المبلغ النهائي للإيداع والإقتراض وهكذا يمكن شرح الطريقة التي يحسب النظام المصرف الدجاري بواسطتها المقدار الكل الذي يستطيع ان يقرده كما يلي الان بدأ زيد بإيداع مبلغ الدينار ثم قام كريم بإقتراض المبلغ الآتي بناء على 10% رد رزير أو نسبة الاحتياط الإجباري فالألف دينار ضرب واحد ناقص لنسبة الاحتياط الإجباري اللي هو الر وتساوي ألف ضرب تسعين من المئة تساوي 900 دينار هذا المبلغ المقترض الأول بدأنا بألف دينار لكن استطعنا من ألف دينار أن نقرض يعني نظام مصرف التجاري أن يقرض فقط 900 الآن عندما ذهبت راية حصلت على قرض أقل من قرض كريم وكان مقداره 1000 ضرب 1 ناقص الر الآن اتكررت مرتين فتساوي 1 ناقص الر ضرب 1 ناقص الر وتساوي 1000 ضرب 1 ناقص الر لكل تربيع يساوي 210 دينار الآن ثم قام الشخص الثالث باقتراض بالاقتراض حسب الصيغة التالية 1000 في 1 ناقص الر ضرب 1 ناقص الر للقوة 3 أو تكعيب وتساوي 79 وهكذا طبعا الآن من خلال هذه الصيغة سينخفض المبلغ القابل الإقراض في الحال الرابعة والخامس وهكذا في هذه الحالة هنا تساوي 651 بالعشرة وهكذا ولأن حاصل ضرب نسبة الاحتياط الإجبالي بالمبلغ الابتدائي يستمر حتى النهاية تتضاءل تتضاءل تدرجيا من هذه العمليات تتشكل جراء ذلك سلسل لا نهائية متناقصة باللغة الرياضيات والإحتمال يكون مجموحة كما يلي 1000 مضروبة في ماذا في 1 ناقص الر لكن من الحلقة الأولى حتى يعني الحلقة النهائية التي تمتد إلى ما لا نهاية لكن يمكن لأنها infinite وديكلين أو سلسلة لانهائية متناقصة يمكن نحصل على جمحة بواسط لغة ياضية فبالحالة تساوي 900 زائد 810 زائد 720 وهكذا وتساوي 1000 في 1 على الر تساوي 1000 ضرب 10 وتساوي 10 ألاف دينار هذه 10 ألاف دينار هو المجموع الكلي لمن المبالغ التي يمكن لنظام المصرف التجاري أن يقرضها من الألف دينار الأولين التي أودعها زيد أرجو من طلبات الأحباء أن يجربوا نسب احتياطي أعلى أو أقل من 10% لنكتشف كيف يؤثر المصرف أو البنك المركزي بعرض الناقد الذي تحدثنا عن وسائله من خلال نسبة التجاري الإجباري وما يسمى بـ أو معدل خصم وعمليات السوق المفتوحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته راجعة أن يكون هذا الدرس أو هذا المقطع قد قدم الفائد المرجو منه وإلى لقاء آخر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر